نحن أمام عملية تضليل إسرائيلية جديدة سنحاول تفكيكها اليوم طبعا كان في أصداء غربية بالتواطئ والتزامن مع هذا الأمر كالعادة والموضوع هو بخصوص الأسراء الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في ضوء المشاهد والصور وآثار هذه المشاهد والصور وانتشارها بين الرواد المنصات والمتابعين خلال مغادرتهم للقطاع وقد ظهروا وهم بحالة جيدة يتفاعلون بشكل إيجابي مع المقاومين لا بل يبتسمون ويلكون التحية عليهم وطبعا الأضرار التي أحدثتها هذه المشاهد وحالة الانزعاج الكبير والغضب لدى الاحتلال لكونها دمرت جزء من سرديت وحملات دعائية كان يحاول نشرة وبثة لشيطنة المقاومة والمقاومين على وجه الخصوص سنبدأ من هذا الفيديو من فوكس نيوز ومقابلة مع متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية نتابع assكرة What can you tell me about the comments that were made by the health ministry about the drugging of those hostages because again that is a claim that we did hear from the families of the hostages several days ago as well هذا ليس شيء ليس؟ لاحظة الآن إنها غmegوется ترون تضع West أحبت المخدمي تحليل، ماماً، مرحباً، مراحباً، لا توجد شيء يدعوني مهاماً. نعم تحليل عمرهم أكثر منهم تحليل على الدروس لأنهم ستحليلوا من الدروس لنساء الطبيع المحوظين ومجدتظم أكثر من الأساسي محوظة يتحليل لأنها محوظة أطلقك من دروسهم أيضا جزء من هذه البروباقاندا الإسرائيلية الجديدة هذا العنوان بحسب الصحافة الإسرائيلية حماس قامت بتخدير الرهائن المفرج عنهم لجعلهم يبدون أكثر سعادة يعني أعطوهم مخدرات نعم لكي يظهروا بشكل سعادة ويعني نستخدم هذه التغريدة أو هذا المنشور لماكس بلومانتل الذي يتحدث أنه من المعروف أن المهدئات التي تستخدمها حماس تسبب مصافحة أخوية قوية وحتى ابتسامات عريضة وتلويح وعناق دافئ ولكن عليكم استخدامها بحذر وعدم الاكثار من استخدامها أيضا بحسب هذا المنشور لا توجد مسكنات لعملية البتر في غزة لكن إسرائيل تقول أن حماس أعطت المهدئات للرهائن معترفة بأنهم بدوا سعداء بعد أطلاق سلاحهم وهنا نلاحظ كيف أنه لا يوجد بيان من الرهائن أو أي تحليل دم مثلا يثبت صحة ما يتم الإدلاء به حتى كل من يتحدث في هذا التقرير الذي شهدناه وفي تقرير عديدة انتشرت في الأعلام الغربي دائما يستخدمون صيغة الحديث عن أشخاص أو عن شهادات وصلتهم أو أقويل تم إرسالها لهم دون أن نستعرض أي شيء من هذه المواد ولا حتى مقابلات مع الأشخاص المعنيين ولا حتى ذويهم وكان الإعلام الإسرائيلي كمال قد وضع قيود على كل من يتم إطلاق سراحه من الرهائن لمنع من المخاطبة الإعلاميين والصحفيين وحتى الناشطين الذين سيحاولون البحث عن معلومات معينة يعني بعيدا عن التضليل السادج الذي نحن نعينه في هذه المنشورات وهو ربما أقل ما يوصف به ثمت ما يرد به من خلال الإعلام الإسرائيلي نفسه يعني انطلاقا من الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم في الأسابيع الماضية لم يعودوا فقط إلى حياتهم الطبيعية لكن أيضا عادوا إلى نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي ويقومون بنشر الأغنيات والرقصات والمشاركة في التحديات على منصة تيك توك على وجه الخصوص وأيضا يوصفون هذه العملية يعني المخدر يستمر لأيام أسابية يعني هذا مخدر طويل الأمد هذا الفيديو هذا الفيديو يعني نشاهد هذا الفيديو معا هذه بهي الفتاتين كانتا بالاحتجاز صحيح ويعني ضمن التعليقات والتفاعلات أنه في حالة صدمة هل أنه يعني لم تمضي بضعة أيام على على أطلاق سراحهم ويقومون بالفعل بأداء الرقصات والمشاركة في التحديات والمشاركة بشكل طبيعي نبل أكثر من طبيعي يعني على منصات التواصل الاجتماعي وبتالي يعني هذه عادوا إلى حياتهم الطبيعي يعني الدعاية الإسرائيلية لا تضيف شيئا أبدا تحدثنا عن الهسبرة الإسرائيلية والسعي وراء الترويج للسردية بطرق منظمة وبالوصول يعني أو بالاستفادة من أشخاص وشخصيات معينة ولكن واضح أنه من جملة ما يضحض هذه الأكاذيب وحتى الفابركات التسريبات أيضا التي نشرها الإعلام الإسرائيلي تحديدا موقع يدعوت أحرانوت عن الاجتماع بين نتنياهو وعوائل بعض ممن أطلق سراحهم وبعض ممن لا يزال في غزة في هذا المنشور يتحدثون عن اجتماع متوتر بين عائلات الرهائن وكابنت الحرب ويتساءلون عن ماذا سمع نتنياهو كنا في أنفاق ومرعوبين من أن تقتلنا إسرائيل لا حماس ومن ثم يقولون أن حماس قتلتنا كنت في مخبأ تعرض للقصف وأصبحنا جرحة وهذا لا يشمل حتى المروحية التي أطلقت النار علينا في طريقنا إلى غزة وبالتالي الاحتجاجات والأصوات ترتفع حول أداء الجيش الإسرائيلي وتعريض المدنيين والرهائن للخطر عن عمد وعن سابق معرفة بتواجدهم في المناطق التي يتم استهدافها واستياء الأهالي واستياء حتى الأهالي الذين يتعاطفون مع هؤلاء الرهائن من هذا الأداء ومن هذا السلوك ترجمة نانسي قنقر